السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحيك ورحمة الله وبركاته نشو الله بإذن الله محضرة النهاردة عن ساة أكس فور هنتكلم فيها عن بإذن الله نحاول أن نقول لكم أوسط الصور بحيث لا أستطيع أسفل لأننا لن يكون لدينا الصور وكل شيء وموضوع يتبقى بإذن الرحمن ونحفظ ونطلع فاهمين مع بعض بإذن الله بس أبنا نبدأ أحبا أدعوه زكذا ما هم تعودين اللهم إني أسلك في النبيين وحفظ المنصرين والملائكة المقربين أن تشاركوا بابنا مليئة بذكر وقرشتك إنك على كل شيء قدير حسب الله ونحفظ بسم الله ونحفظ اللهم إني أستردعك ما قرأت ما فهمت وما حفظت وما أحفظت وما نتقت وما نتقت وما نتقت وما نتقت وما نتقت فاردوا لي حيان حاجة لي واردوا لي وما العاد عليك استردعكم الله الذي لا يترجع دائع نتقتلها لله ونسام بالله وإن شاء الله وإذن الله محاضرة بسيطة نكمل على آخر جزء بإذن الله في الباريمت البارينتل هتلاقي الموضوع كلامة عاد وهو هو ازاي نعمل ايه الحاجات المحتاجة نعملها فيها ازاي نعمل كم كلمة بوصوات اللي هتطلعه مجدد بس كده وخلاص وبعدة كان أقول كونتول بتاعه وانتوا هتجوب أنه نكون نفسكم بإذن الله تمام انت شايف كده البيومتال بتاع تدايات كم يعملوها كم يكونوها كم يملك بالتراني كم يتاكدون انها كم يتم تطلع كل رايدة بإذن الله هنعملها مع بعض الوقت بسم الله ہے اخذ نفسك وصل لعناها بالله الأسفل تبدو أن تدريبهم بتاعتك في الباريمتال الباريمتال بارد يعني بعيدة عن الانتري بمعنى بلغيرة أي حاجه بتخص في تبصيح عمالي المهم ممكن نعملها في ايه? في حيات كلنا عارفين كده. طيب جميل دوت هي ممكن يبقى اكوس او او بسيطة او يعني عامل ممكن يبقى اكوس او او اي اويل. تمام? طب كلنا عارفين ده اللي هو الحاجة المتعلقة اللي بتبقى متعلقة. ممكن يبقى في اكوس ميديم او 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 ميديم. طب الامارشان ممكن يبقى ينفع ينفع لو هي الاويل الفيز هي اللي من بره ينفع لفرحية انها اخدها. تمام? غير كده مش هتنفع معي. طيب جميل. اه ايه بقى بالسرعة بالاكوس ده بتبقى سهلة جدا وبتبقى سريعة وبتبقى على طول ممكن الاكوس دي نقسمها الحاجتين. يما سهلة اللي نعمل لها يعني اخد الاكوس على طول الحروقنا متعبية في الامبولة واحين على طول. يما الاكوس ميديم عارفين احنا كلنا لما بنشتريها على الانتبيوتك بيكون عندي كده صح محطوط فيها البودر ومحطة شوية مية او مصحبة شوية مية من سرينجة في اللي هي بتاعت المية. تمام اللي يكوننا نحب نشرب المية بتاعت الدواء خلاص فشان بيكون استرائيل وتعاملها بينه مشافئ وكده. المهم يعني باستخدها انت بقى بتاخد شوية مية من المية اللي موجودة عندها كده اخدتها في الفيرو تعمل شيكينج اللي هي دي الكلمة دي نسميها يعني يعني عادة توزيع. لمين? للبودر. طب ليه امتى لالجأ العملية دي لما يكون البودر بتاعي كيميكال انستابلتي او فيزيكال انستابلتي مش استابل بما هنا اصح لانا حاطته في حقيقة او حاجة بيز جاهزة على طول. وبيتكسر ديكت. فلذلك بسرطاً بلجأة اعمل ايه العملية دي? سواء او اكيد بعملها للايه الاكواز فيز اللي عندي. تمام? طب ايه هي اللي ده باعة? نتكلم على البرينتال سوليوشن. سونا مع الكبير اخش على والتجون تقول. وكل معادرة خلصت بكل اللي ازيازة معانا بازن الرحمة. ايه هي بتاعت البرينتال? بتاعتها ايه? سهلة جداً لانا اعملها. اعطول دو بالحاجة وخلاص. اه اونيفوم دوس. الدوس بتاعتها بتوزعها بالتساوي. سواء بها اكواز او نان اكواز. سواء بها اكواز او نان اكواز. سواء بها اكواز او لاحظة واحدة. اللي هي خلاص الاكواز الاكواز بس. خلالي بها لك الاكواز بس يعني الاولي مش لان الاولي ما يفعش اخدها ايه. اما الاكواز ممكن اخدها ايه بتنجان هاخدها فيها. ايه كمان بالصلاة النبع والسلام? اللي هي طبعا دي الاولي الحاجات بتاعت ايه اللي هي تبع الديبو. سواء بها ايه ام. بتاعتي. لو لها دلوقتي المادة مش بالدوب. فهينفع اعملها فيها. مش هينفع اعملها فيها. يعني بس حسنا مش ينفع اعملها في هيئة الديبو. لان دي سوليوشن. يعني بس حسنا انا عملها في هيئة حاجة دايبة. مش هتحسب لي ديبو. اما بس حسنا دي اللي ممكن اعملها شوية خلاص. بس يعني انا استخدمت دي بو. خلاص ده مش ديبو. خلاص ده مش ديبو. ده جراص بس يزود لي يعني يحصل له منتصاص ببطء شوية. ولكن مش لدرجة دي بو لان دي بو ديت لازم تبقى بتاعتي مش تبقى بحاجة احط فيها ايه? طبعا اخبارها يكون ايه? طبعا صوريبول. طب تحتاجه وانا مش هحتاجه على حسب بتاعتك هي صوريبول وانا مش صوريبول. على حسب برضو. محتاج البوليماز. محتاج طبعا عشان ده بس سمع بره عن اكوز ميتيمتو بعوضة جدا تانموي. فيما يكون طبعا محتاج البوفر عشان زبط بتاعتي عشان بتاعت الدم او بتاعت البوفر. انسو ان. يعني بس سمع من الاتجاسمنت اللي هي لعلاقة بالايزو تانستي وهكذا اللي هي لعلاقة بالاينز وكلام ده كله اللي احنا واجه ده لغنا في العملي. اللي لازم نحط انتيوزن اللي هو مستخدم اويلي وكمان بس سمع برضو لهم مستخدم. خلاص اللي هي تبعي. وهكذا. هل يفعل لازم نستخدم كلهم العشرة مع بعض? لا مش شرط. على حسب ايه المادة بتاعتك وحسب هو انت بيحتاج ايه? خلاص? طب. عملية بقى المانوفاكش رينجي. زي بقى صنع دوت. والله يا سهل الموضوع عبيت قوي. على حسب الاكتف انجريجينت. اول واحدة لو الاكتف انجريجينت بتاعتك حساسة للحرارة. هتعمل ايه? هتدوب كله على البارد. هتجيب المادة بتاعتك الدواء. وبزاقة الاداتيتيف وتدوبهم. وبعدها تزبط البي اتش. وبعدها تزبط البي اتش. وبعدها تزبط لونات دراك بتاعي سنستيف للهيت. بس لسهل مش هادر عامل ايه? اه اوتو كليف. مش هادر استخدم لان الحاجات دي تبقى محتاجة حرارة. وانا مادة بتتكسر بالحرارة. فبس لسهل مش فعش يستخدمها. اما هنا دي عمل فلتريشن. لازم تبقى اسبتيك ماس بي اسبتيك راكز قوي قوي في كلمة اسبتيك. لازم اسبتيك فلتريشن. عشان بس لسهل تبقى معقمة. طيب اسبتيك يعني اي ترمنية. يعني عندما عملت كل البرود MUSIC اعملت بسيط بازن الرحمن وما فوش كلام كتير الحمد لله. طيب ايه كمان بقى استراتي النبا لا يبدو استراتي وسلامة عندنا. عندنا اللي هي اللي هي بيقول لك طبعا لازم تبقى يعني متوزع خلاص سواء في اكوس او مهم جدا الرقم ذوت مهم جدا جدا في عموما في بيهمني حاكتين خلاص بيهمني بيهمني ايه كمان بركز اول حكايات وبركز اول حتة الدليوشن يعني حتة الدليوشن يعني الكنسنتريشن لان لو عملت كونسنتريشن عالي قوي ممكن يعمل صح لو عملت كونسنتريت الدراج او كده يعمل لي ايه لاني بيستطيع ان تبقى بتبقى يعني حبايا بحبتها فانا مش مش بمنا صح كمان بيهمني ايه تمام طيب يبقى يزم يبقى بزير بوينت فايف لزير لخمسة في المية صولد ده الكنسنتريشن بتاعي وبقى ده بمنا صح ممكن يكون عندك سلسر اه ممكن تبقى لو انت بيستطيع من كل حتى تتين في المية خلاص بيجب يبقى اقلي من خمسة مايكرو متر مهم جدا الأقام طيب الي هي اللي علاقة بالفورميليشن عندي ليها ههتم وليها ههتم ببصاتها بيجب عشان يحركتين دول الحاجتين دول الحاجتين هي ميه جدا في حكوارية السيرنج بالتي يعني انا اقدر اصحابها من السيرنجة يعني السيرنجة بتاعتي لها بوز معين. لها سايز معين البوز دوت. اللي حطة كثيرة يبقى سام هكون تخينة كده وعملت لي قفلت لي فبساطة مش هادر اسحبها. يبقى لازم يبقى لازم يبقى عندي كل حاجة وضبقا اكيرت مساهمة فيش حاليا مسلا سددت لي او كل الكلام دوت. مع كده يعني القدرة لانا احقنها. يعني بالصلاة لانا اقدر احقنه في حائط خلاص. يعني بالصلاة لازم يكون عندي طبعا فرص معينة ومعين بحيث تخشي عندي. طيب الادفرانتش بتاع ميزات المميزات. الموجودة فية aktgu le the الطبعا دي بتستخدم للحاجات الادوية. يمكنش بيدو. خلاص تزويد لك الكاميركلي استوائيل بتاعت الدراك اكيد بيولوجك ب اني انا اتغلبت عم مشكلة لعدم اللي ايه اللي استبقتي وكمان بصحة صحيح لو انا عملتو اللي بالدواء ممكن يحصله بصورة عيقصة بصورة عيقصة بصورة عيقصة بتاعته اقل انسون على اكس بيكون عنده يعني شوية او بصحة صحيحة شوية بما نصح او كيميكا احسن عشان يقول مور اكلي تمام ده بيزود لك بقول لك مور برو لونج دريليزيت فوروم الاي انجيكتابل فساعتها ممكن لاستخدمها في الديبو يبقى ممكن استخدمه في الديبو مشكلة بتاعتي انها مش سهلة زي سليوشن سليوشن سهلة جدا نعمل لها فوروموليشن لا دي صعبة شوية في صحيحة الصناعة مشكلتي بالصحة سام يعني بالصحة اني ممكن الدوز تبقى مش متساوية مش متوزع بالتساوي دي مشكلة الفيزيكا الاستباليتي اللي هي بقى عارفين السياس بنش اللي هي فلاكوليشن ودي فلاكوليشن وكل راقي ده بصحة صحيحة يبقى عندي مشكلة فيها يعني البيشن مش بيكون مرتاح بيكون عنده بيكون مؤلمة شوية خلاص حلقين وها كزا لما بتحلي نفعش يعني بتبقى مش بستخدمة قوي هو يبصصها مكسب عشان بيملك انصور تمام طب الطبيعة بتاعت بتاعتي بتاعتي لما بكون طبعا انتبقى انتبقى حلاص يعني امتى ألقى لنا اعمل يبقى في الصرصة لما اقول بتاعتيبش بالدوب طيب السولفنت ممكن استعرض من سولفنت او عادي جدا سواء ده او ده السفرة ان طبعا محتاجة عشان اعمل ويتنج للدراج البودر خليها تبقى امنع ان هو يتجمع وكده ويعمل له كده ويعمل له كده ويعملها زي جلاتينز وي استوديوم اه سي ام سي عشان اوصل لسي ام سي اللي هو الاسمها بسم الله احنا حين بالصلاة السلام اه لا مش فاكة يعني المهم يعني ده بالصلاة السلام بيبقى بقى عن خلاص عشان يخليها ويكون متعلقة كده بالصلاة السلام هو ايه متوزع بالتساوي بحيس انه هو ما حصديش وتقل وتنزل عندي تحصيلها بس لان اصلا الميكورنز بتنموه في الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والحوارات دي نفسي تكون نفس الاثمواتيك برجر ونفس كل الغيادات اللي احنا اخدناها في العملي وبساطها الاثمواتيك برجر والاكويفولنس والمليكيوز وكل الغيادة خاصة عشان متعملكش دعمت جديد تشيو طبعا الانتي اوكسدانت للحاجات اللي عمدها كيميكال اه دراج او مور كيميكال ستيبل انزا سوليد ستيت احنا بساطها الانتي اوكسدانت ده بس تخدمه البنو سيستيجيه لدي الدراج بتاعي بيحصل له اوكسدانت بسورة فانا عايزة خليه يكون كيميكال ستيبل وهو ببقى اصلا كيميكال ستيبل بساطها في صليد ستيتي يبقى الانتي اوكسدانت باستخدمها امتى في حاجات الاوريلا اعامل غير بساطها ابني اكثر حاجة جديد اوكسدانت عندي حاجات بيحصل له اوكسدانت بسرعة وبقولك نوتسي كد taجانب ان الدراج بتبقى مور كيميكال لو انت عملها فيهاية صليد بالي ذلك عشان كده بتصنع اللي هي البودر فور ري كونستيوشنز بده بقى بودر عشان نتزود الايه ستباتي بمناصة حفلية وخلاص الانرات ايه جاس طب ازاي بصنحها موضوع عبارية قوي بسترسال زي ما احنا كنا نصنع استرسال قبل كده في سنة استرائفات انا عافظة ما نحن نسين كل حاجة نسيت اسمنا وحافظة فبسترسال هنعيدك الكلام هو بخصيد جدا ان شاء الله بإذن الله عندك الدرج طب انت عندك الاسبتك استرلايزت بودر يعني انت دلوقتي بسترسال انت هتجيب البودر لازم تبقى يعني هي بسترسال يكون استرائل يعني معقمة تماما يبقى بسترسال انا بجيب البودر لانا هخليه صاز بنده ده خليه متعلق كده يكون متحقم طب وبعدين هل عمل له استرسال عندك كذا طيب طيب ايما هتقوم جاي عمل له استرسال وكي وبعد كده بسترسال هتقوم نعمل باقي الخطوات يبقى ده كده اللي هي البودر طيب ايه بقى ممكن تمام جاي عملها هتقوم جاي عمل لك اسابتك دي برجون وفي كل حاجة لازم تكتب كلمة اسابتك يعني ايه هتقوم جاي من مدوبه ماكسنج ويتقوم طحنه كويس قوي مع بتاعك او الاويل او اي ان كان وحكذا تحطه في اسابتك فيلنج تقوم ايه ماليه طيب ده كده طريقة لانا هجيب بسترسال ساهم الدرج ومعمل له استراليزيشن بعد كده بساهم جايبة في اسابتك دي برجون بقى وبعد كده اسابتك ماتكسنج and so on طيب ممكن بقى بساهم او جايبة الفيكل والاكسيبيانز بتاعتي بقى لها الاضافات اللي انا عايز اضافها ومدوبهم مع بعض او اعمل لهم استراليزيشن ولما عمل لهم استراليزيشن او اضافهم مع البودرز وكل ده او اعمل له ايه اسابتك ومعمل له فيلنج تمام اذا ما انت شايف كده بساهم دي كده اول طريقة الطريقة دي بسميها ايه يعني انا لازم ايز ما يكون اسابتك يعني اسمها اسابتيك استراليزيشن او لغة كده والتنين ضفتهم على بعض في اسابتك يبانا انا جبت الفيكل والاكسيبيانز بتاعت عملتها استراليزيشن البودر عملتها استراليزيشن والاتنين فاسابتك فاكرين اللي هي ال ايه وال بي والسي طبعا ميكو بقى الرجي اللي حنا قادل بتت moltesمة دات هي دي بالصلاة السلام بهم دخلها في الاسابتك اريا ومعمل بها ستريلايزاشن لكل ري ري داوت وانا داخلها واقم نضيفهم الاتنين ايه مع بعض. دي كده اول طريقة اللي هنحضر فيها. تاني طريقة اسمها يعني ايه ري ري داوت بالسلطة انا سام. باجيب الفهكل عادي جدا. واعمل لهم عن طريق الفلتريشن. طيب جميل. وبعد كده اجيب الدرج ده كده اول حاجة حضرتها. تاني حاجة بالسلطة انا جاي بحضرها الدرج في ارجانيك سولفنت. ادول الدرج بتاعي في واعمل له عادي جدا. طب وبعدين بالسلطة النبسان. ده اسمه اسمه اه يعني ايه يعني بس اصلاف انا هحطوه من بره. يعني كده بعمل تاني. يعني اريم الدرج. انا دلوقتي اللي هحطته في ارجانيك سولفنت لان الدرج ده ما بيدوقش في مياه لذلك اللي انا عملتوهش في عائد طيب انا جبت الدرج حطته في عائد عشان اخليه يدوب. وبعد كده هحط سابستانس تانية تخليه يرصب. يبقى افضل ادوب ارصب ادوب ارصب. خلاص هو ده اللي بعمله. يبقى انسيوت كده بازر حاجة بحاجة خلاص. يبقى بالسلطة سليم اقوم جاي انسيوت اقوم اعمل له تانية. طب ازاي عن طريل انا اقوم جاي بقى كاونتر سولفنت. يعني سولفنت معاكس للارجانيك سولفنت ده. اللي هيحطته الدرج هيبدأ يرصب. وبعد كده اقوم اعمل له ايه? طب جميلة. يبقى اعملت الحاجات دي هتدرك بقى هنا. وكل راري دوت. طيب. بيولك هنا بقى ايه بيصير السلام. انت عندك بقى في كل حاجة بقى تبدأ تعمل لها. يعني ايه الكلام دوت? يبقى تجيب اصبتك اورجانيك سولفنت هحصله اللي انت كنت احطه هنا دوت. هيتشال. وبعد كده اقوم حطه مع الاكسيبيانت اللي كنت اعمل لها هنا وتعمل لها بيكسينج كويس و ايه? اسبتك فيل. يبقى كل الفكرة بتاعتي في ايه? باسمها كده. يبقى انا اجبت دوبت. الدرابة بتاعي في اورجانيك سولفنت. وبعدين. وبعد كده بالصلاة هي امتجيت عملتها يبقى انا حطيتها بالصلاة هي من بره. حطيت كاونتر سولفنت. وعملت كده بالزبط. عمل مرتين عملت الفيرتاليزايشن. وبالصلاة هي امتجيت في الاخرى عملت الاديشن عايزي جدا بتاع الاكسيبيالس ويه الفيهكل بتاعتي بالصلاة. انا باعدة الصلاة الصحيح. تمام? طيب حلو اوي. اه طب ازاي بعمل برباريشنز لسترايل صولد مش انت دلوقتي اي لالي فوق. لانا ممكن ان انا استخدم الاسترايل بودر اديشن يعني انا لازم الدراج بتاعي يبقى استرايل ايوة. طيب جميل. انت بقى ازاي هتعمل بالصلاة هي بسترايل صولد ديت. ازاي هتعمل ليها السبستانس بتاعتك? يعني هتعمل حاجة بلك يعني كمية كبيرة قوي وبطريقة تقليدية قوي عندك تلات طرق. ايه ما لايه طرق كل الطرق بتاعت التقليدية بتاعتنا نحن نعمل لها او نعمل لها او نعمل لها ايه. يبقى انت بالصلاة عشان تعمل استرايل صولد بودر. لو انت بقى انت عايز استرايل اصلا صولد بودر. عشان بالصلاة نتعملوا فائد. يبقى تعمله ازاي بتاعتنا العادية جدا. تستخدم لو هي بتاعك ستيبل. طيب تستخدم او تستخدم بس دي بتبقى بتاعتك. انت ممكن تستخدم بس دي مش ايه بتاعتنا خلاص دي يعني دي مش اول اه توصية لنا او ممكن اول حاجة نالجأ لها. تمام? ولازم طبعا نكون ايه? حاطة شوية عشان الاسرائيل ايكسرات كل نعفل ان هو تكسستي وكل غير يدور. تمام? ده نحن عمل حاجة ايه كبيرة. طيب تادي طريقة بس ستاني اللي هعمل بردو اسبتك ريكريستاليزاشن. ايه بغلاجك هتلاحز ايه? او هتعمل ايه من غير ما تبص? لو هنه اسبتك ريكريستاليزاشن. هجيب البودر او هجيب الدراج وادوبه في اورجانيك سولفنت وبعدين او بقول لك ريكريستاليزاشن. هعيد التغصيب بتاعه هون جايب مادة ثانية كونترز سولفنت بحيس انها تغصبه لتاني. وقوم اعملها في فالتادي واسبتك ريكريستاليزاشن. يبقى زي ما انت اشايف كده عملته في سوديشن. احطيته في اورجانيك سولفنت. دي اول خطوة. بعد كده بسرساة ما اجبت. عشان احليه يرصب. فدتاني خطوة. وعملت في فيلتاليزاشن. وبعد كده بقول لك. بسرساة ما عملت في اسبتك فالترايشن. وعملت دراينج عشان اطير الاورجانيك سولفنت لها مستخدمه. وبسرساة ما بدى اطلع بودر ايه استرائل وباقي ستيبر وكل كان ده. تمام? يبقى الادفانتش بتاعت بقى العمليات اللي هي الاسيبتيك ري كريستليزيشن. يبقى انا هنا استعان تبقى الاسيبتيك وري كريستليزيشن. اللي اتنين مع بعض. اللي فوق هنا كانت ايه انسيوت استرائل كريستليزيشن. بس مركتش اسيبتيك. يعني ما محتاجتش اقول كلمة اسيبتيك. اه بالصلاة سيعم ايه اسيبتيك ام اللي هو استعانتهم فتاية اسيبتيك وهكذا. دي انسيوت خلاص يعني من بره. اه استرائل. اما دي بقى اسيبتيك اسيبتيك استرائل بودر ايه اتشن. تمام? طيب المهم يعني لما كلهم حاجات طبعا مختلئة وغيبين من بعضه ولكن اختلفات حقيقة بسيطة. طب هي الادفانتش بتاعت الاسيبتيك ريكاستليزيشن. اللي حسب الكلمة عليها دلوقتي تبقى يعني اقتصادية كويسة بلاص. وتبقى فليكسبل. يعني الموضوع مش مش مع ادأ او مسلا بسلا صعبه ان صعبه ان صعبه. بتاعتي طبعا الارفانتش في دي ناستي بتاعت البوردكت. فون باتش تو باتش. لاني معتبت عالفلترشن كل شوية عادة فالطر وشوية دوب وشوية عمل كرسترائزيشن تالي وكل ردوات. فبس اصممي من باتشة الباتشة ممكن يختلف عندي في دي ناستي بتاعت البوردكت بتاعتك. يعني بالصراطة النفسية انت عندك بيحصل لك اه 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 الله ما صلى اللي يكدر تسلم. الدراج خلاص الدراج اه 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 لو انا عند دراج بتاعتي بتبقى حساسة للمادة الايرن يبدأ يحصل لها قلر. طب انا الايرن ده هي جبنيت نتيجة الفلاتراليزيشن بقى ونتيجة البتاع الامعي لانا بيستخدام دوت وكل راق دوت فده بس تصممي بيبقى فيه ايرن. خلاص? فده بس تصممي بيحصل يبدأ يحمل لي القلر يبدأ اي 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 يلون خلاص? يزي طلع لي البرودكت ملون. طبعا دي تس اضمانتش بداعتي. طب البلق بقى اصابتك ليوفلايزيشنز. هبقى اصابتك ليوفلايزيشنز دي كن عمنا في اي عنطيز سبليميشنز اللي هو ازاي بحول من سولد اعطوه لضايركت لجاز من غري ما امشي في الليكود. وده بصير عنطيز سبليميشن. بقى اعمل ابلويل بروجر عالي جدا. يبقى بوش يلي المية عنطيز سبليميشنز. دي نسميها بلق يعني يعمل كمية كبيرة. اصابتك ليوفلايزيشنز. اطمانتش بتاعتي طبعا الحاجات اللي بتبقى عندها الحرارة. البرودكت اف مور سوليابلتي از اوبتين. ده انا عايز اخلي البرودكت يبقى مور سوليابل خلاص سوليابل اكتر. اه ريجوس الليفل اف الكونتاميناشنز. بقى اللي بقى اللي الكونتاميناشن. طب ليه بقى اللي الكونتاميناشن. لان انت كل حاجة بتدخلها خلاص. وبيحصل جوه. يعني انت كل حاجة بتجهزة بورة. وعلى كبا تدخلها وطفل عليها وبنضرنا بقى اللي اتنين في انا واحد. اه ايه كمان بقى اللي هي بقول لك مور سوليابل. ليه? لان انت عملت البرودر اللي هتتكون لك دي بتبقى فيها بورز. بورز يعني فتحات كتير 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 كتير. والبرودر مش مسكة مع بعضها. مش متعاونة اوي. فلما تيجي تعمل لها تاني وبالصلاة تدربة في مياه. حصل لها تدربان بسرعة جدا. تمام? اه طيب اه طيب بيكون شكلها ايه حلو. دي سادفانتش بتاعتي لهيه مشكلتي انها مش عارفة عن البوردكت. يعني انت مش قادر تجمع بوردكت على بعضه لاني لو بيكون محتاجة هيهة بورز وهكزا. دي بصلاة بتبقى اكسبنسيف سيكا شوية. طيب. طريقة التحضير بتاعة آآ صولد. خلاص? ازاي بقى بالصلاة سيما عندك. يعني دلوقتي ممكن طريقة تانية غير اللي هي يعني كل دلوقتي كل الفكرة انا عايز اعمل ايه? صولد. يعني عايز اعمل بودر تكون صولد. اتفقنا على غيري. واتفقنا على. تانية تلات تاريقة عندنا بالصلاة سيما نعمل سبريينج دراينج. يعني سبريينج دراينج. مهم جايبة زي بتاع كده رشاش. واتحكم انا في خلاص باتحكم في ال بور سايز. خلاص باتحكم في ال بور سايز. وابدا اعمل ايه? ايه? يحصل لها ام ورشها على البورتكال. ويبس حسنا كده العوالة ايه? البوردكت بتاعي. يبقى انا بجيب استرائي البوردكت وبعد ارش وباتحكم في البورتكال سايز عن طريق الفتحات بتاعتي خلاص? وطبع الطريقة دي كويسة جدا. يبقى الدراك سوليوشن بهم حطوه هنا. خلاص? الدراك بودر تبدأ تطلع عندي تماما يحصل لي افبوريشن ستيم اوف زهير اوت اوف هوت جاز استيراي اللي يكون من تحت بحيس يعمل لي افبوريشن بتاعي ويبقى لي بس الدراي بودر اللي موجودة عندي بالصلاة انا بقى لقى دروسات الساعة. المشكلة دي عايز فكرة ايه بالظبط كان لك ام عارف لما تيجي مسلا ترش زيت وخط بخيرها وتخط وترش زيت وبعد كالتبخر الزيت وتسيب لي المادة اللي دايبة في الزيت. هي دي نفس الفكرة تبابا. الادفانتج بتاعتي انها للاين لها تسلسطف لاني ما استردانتش حرارة قوي دانا نبس مسلطة جاز استيرايل وحوت شوية تمام. كلها نفس بارتيكال سايز. كلها نفس بارتيكال سايز ومتحكمها فيها طيب يصل سلام البوز بتاعت الاسبيرير دوت. وكمان الدراك بتاعت البوز بتبقى يونيفورم. عنده فلوباليتي كويسة جدا في البوزة. يعني الماشين وهكذا. عنده ليه ليفور اف البارتيكال ماتيريال كونتامينيشن كونتامينيشن اقل. ولو برايس وطريم كونتشيومنج ايه اقل. طيب جميل اولي. بيقول لك بقى البرينتة باودر اللي انت عملتها ديات هي عبارة عن دراي باودر ماشي. ده بيقول لك نفس الكلام اللي حمينات في الصباح بالصلاة سلام. الادفانتش بتاعتي. لأولي الحاجات اللي لو انا امتا قلقى ان انا اعمل درافقة باودر واو اعمل درافقة باودر وكل ردوات لو انا الدراك بتاعي مش استيبر. والديز ادفانتش بتاعتي انها مش بيكون حاجة مفضلة. مش كونفلتينت قوي. والهيرسي كير بروفيشنال برضو مش بيكون الطاف حاجة ليهم. نتيجة بالصلاة من انها بتبقى مؤلمة شوية او رخمة شوية ان انا وعد اعمل كل الحاجات زي كل واحد دمان اللي بيحب يأكل ايه بيكون حاجة عايزها جهسة. طيب الفرموليشن برضو بالصلاة بتاعة البودر ياما اعمل دراك بردر البودر بتاعي يكون دراك بس. ياما يكون دراك بلاس اكسبيانس يعني شوية حاجات زي اكسبيانس ممكن احطها بفر او او ايا ان كان بالصلاة انها بعلها لزايا. وخلاص احنا عرفنا بتاع الاسترائيل بروداكت آآ برودر دا نعملوه ازاي? قلنا اه بعد ما عملت بقى خلاص استرائيل بروداكت آآ ممكن بصاصل انا او عملوه فيلنج بقى في منطقة اصابتك راس او عن طريق اللي احنا التفاني للجهاز دا بيكون جاهز اصلا فيه وهو ذات نفس بحصل له استرائيل بحصل له استرائيل اه سوى بحصل له اه اسمه اي ده استرائيل اي داخلية تمام؟ تاقيم داخل. طيب نخش بقى لاخر حاجة عندنا الامانشن وكده نخلصنا الامانشن ونخش على قواتش كنتم اقول لكم حاضر هاد نهاضر خلصت بازن الرحمن سوى لعنبع الامانشن هي عبارة عن كايلو مايكرون يعني كايلو مايكرون هيدروفاليك هيدروفاليك هيد لايبوفاليك تيل وهكذا عاملة الميسلز خلاص يبقى عبارة ده بتاعتي توم مشية في البلد وتكون حلوة جدا مع الفات ايه انتاكين لو الادفانتش بتاعتها بتشل لك الحاجات اللي بتدوبش في المياه الحاجات بتحب اللي بتدوب في الاويل الحاجات اللي بتصغسام تكونش ستيبل بتقليل لك الهيدرولوس بتاعت الدراج وتعمل لك اه بتعمل لك خلاص يعني بلستطيع بتعمل لك نوتريشنز يعني انت بلستطيع ممكن ام اللي قال لك الغذاء محتاج مسلا فاس وحكذا اه فور كونترول لانا عايزة تحكم بتاع الدراج اه عاملت خلاص تو المونوكلونال اه فاجوسايتروزيس لو انا عايزة تارجت المونو فاجوسايتروزيس اه تارجت الحاجة كل حاجات زي حاك فينهم انت ده اللي يهمونا جدا 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 انا اقللك ال! ڭسور كون اونسو دish lab تُقسسي اقل تُقسسي من الحاجات الستيبل الغذاء أعطل بتخش عطول على طول الغذاء بتبقى اكتر لاني مش ما ما ping paljon تفكر كله. مكورنات بديلة اللي زي احنا اخدنا في خلاص. ويقليماتشن وكل غير ده. تمام? طيب. دي سعيد بانتش بتاعتين هي صعبة في اللي انا اعملها والتصنيع وكعلى المشكلة اللي هي الفيزيكال بتاعت الكريمينج وهكذا. طبعا بتاعتي بتبقى 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 بوغلي ممكن احتاج استخدم صغيرة زي ده اكتر حاجة تستخدم اللي عندي. طبعا بتبقى بتاعت بتبقى بتبقى من ستة لسبعة عشان اقلل لك التكسير بتاع الهايدرولسس بتاع الاول. بالصراط النفس سلام. طبع ازاي بيعمل لها ازاي اصمحها? اكيد هجيب زي اللي سيسين. اللي سيسين ده اللي اتفاني عبارة عن ايه? عبارة عن اللي سيسين فاير. حال بيبقى جبت الاكوة الاولي فيس بتاعتي وان اللي سيسين فاير. وسخمت عشان خليهم في دريقة حرق ديت. وبعدين جبت الاكوة اا اا اويل بتاع اكوة فيس. يبقى ان انت عندك اولي فيس وعندك اكوة فيس. الاولي فيس دوبت فيها الحاجات اللي بتدوب فيها زي اللي سيسين. اصلا اللي سيسين دي عبارة عن اولي سيسين ماشي بالسلطة عمده جزئ هاد وفلك و هاد و لايب وفلك ولكن مني بنضربها في الأوليفيت وبعدين بالسلطة سلام هم جايبها الأكوة سفيس ومضربها فيها طبعي وبعدين لو انا عايزة عمد بعد كورس اليمونشن اللي ايه كورس اليمونشن حجم بتاعه كبير اللي هو تقريبا عشرين مايكوميترز خلاص عشرين مايكوميترز بالسلطة انها سلام اهما عاملة ايه قاعدة ده وبالاتنين مع بعض احط الاتنين على بعض ما احنا اخدنا في اليمونشن ومعد نقلب كتير قوي طيب لو انا بالسلطة ما عايزة اخليه مايكو ايمونشن لو عايزة اخليه حجمه زغير يبقى في حجمه زغير مايكو خالص يزيره من نص الواحد مايكوميتر او جاي عاملة او عاملة بعد ما عملت كل ردوات او عامل له فايلينج او عامل له الاوتوكليف عادي جدا بالسلطة انها برسالة يعني بعمل له في اخر خطفة خاصة عن طريق الاوتوكليف عادي تمام كده احنا خلاصنا اقول لك على كم معلومة بصغع عشان نتأكد منها اول حاجة البعض ده بعمل لها امتى بكون عمد كيميكا لانستباتي طيب ايه كمان بالصناع عندي كلمة او ما تلاقي كلمة خلاص معناها اللي انا حقنت من جوة يعني جوة تيشيو خلاص عشان نفع عمليات والحرارات دي كانت زرعها بالظبط تمام طيب مهمة جدا 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 لازم يبقى ولازم اقول لك جعبات آآ اللي حنا لسا فوق قيلنا عليها في ايه في الهيت سنسيتيف واتفعنا الساس بنشا بتأثر او بيهمني حرارة اللي هي بتاعه من نص الخمسة اللي بصغر سريم عشرة طيبا او خمسة خمسة ولو هو انتبيوتك بقى حد تلاتين في المية بقى مهمة جدا طيب يعني بصغر سريم لما قلبه خلاص يصلوا ده بتاعه يبقى يعني ايه يعني بتصنع مقلبه يرضي بتاعته تقل طيب وعرفنا خلاص ماشي اوكي بنستخدم اللي ده حاجة نظريا ولكن عمليا من بنفرض له قوي وعرفنا دي بتستخدم وده بس السلام بيحصل ودراينج وهكذا بتخلي لك البودر تطلع لها فلذلك بكون عندي بتاعتي عالية وعندي بصغر سورز التانية دي اللي بتحكم في حجم الايه الجزيئات اللي عندي والبودر بيطلع عندك في هيئة ايه في هيئة السفير طيب لما طلعت لك في هيئة السفير اللي هي طيب لما طلعت لك البودر فعية سفير كده اللي مدورة دي بستخدم خلتلي اللي زودت لك السيرفس ايريا ولما زودت لك السيرفس ايريا فهحصلت لك وكما زودت لك الفلوريت فاللي مش محنتاج انها استخدم لفلوريزيشن باستخدمها للبالك خلاص اه حضر فيها كل حاجة وبعدين عقمها خلاص او يونة ايه لو هي نوت واحدة والتفاعل الفات ده بيحصلت لك بتاع اه لو بستخدم حاجة بتعمل لي الارجي والكلام ده كله هتزود لك الايه الادفيرس افكت آآ يلجأ لها لما حطه في هيئة ايه اه بستخدم في هيئة يبقى ان لو عندي حاجة بتعمل لي الارجي او بستخدم تعمل لي حساسية او ايا كان تزود لي الادفيرس افكت لو انا عايزة اقلل الادفيرس افكت وعايزة اقلل الالرجي وعايزة اقلل الكلاري دوت اعمل الدواء بتاعي في هيئة ايه هيئة امولشن ولازم طبعا اركز في حاجات بتاعته خلاته بقى خلاص اللي هي علاقة بالكريمينج والكلام ده كله وعندي خلاص دوت بسلسان بحط حاجة اسمها خلاص او منيسوف دوت بسلسان هنا خلاص بحط حاجة اسمها دوت بحطه في مين للمايكرو ايمولشنز يبقى بحط بسلسان في ده هو فيه ان الله ما صالح عليك انه بسلسان دوت خلاص بحط فيها ايه اه عشان اقدر اوصل للحجم المطلوب اللي هو صغير ولازم يبقى عندي هاي شيرينج اند هاي برشورت خلاص ايمولشن دوت بفاينش دي برو دكت استرائيل با اوتو كليف تمام مهم جدا 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 اقاركز في الريغولوجي والفوسكستي والحوارات دي كلها بالسلطة النبع لي افضل الصلطة السلطة تمام طيب كميل اوي دلوقتي بعد ما عملنا فرموليشن وحضرنا كل حاجة ودعبنا وعيوفنا جوتق فهد منسلش وكل الراجل دوت عايزة اعمل ايه هي البارينتل كواليتي كنترول مش عاوها كافة بزنها بس ان شاء الله بذن الله قدام. اوكي? هناخد حاجة اسمه. اه بسخنة. ده بس اقول لكل حاجة عندك. طيب. انا هنا في هتتكلم على ايه? وليل فينشد ايه? بروهدك تمنصة انا عندي. انا ازاي عامل للنهائي? بس مش عمل لهو مش عامل مش عامل مش عامل والا عامل لديفوائس ولا عامل اي حاجة تانية. خلاص عامل للفشر بروهدكت بتاعتي. طيب انا عايز اتأكد من ايه? لو انا سوف تأكد على حجمه هو عبارة عن حجمه زي ما مكتوب ولا لا عايز اتأكد كل الحاجات دي بها هكنا هتأكد عليها الـ Potency, Volume, Sterile, Biogenes, Clarity هو تمام وفيه Clear ولا لا ولا فيه Terpidity الـ Glass Sealed طبعا بسيطة الكونتينر بتاعيه اللي هو بيصرب مقصور بيعدي مواد وهكذا بسيطة كل الحاجات دي هنتكلم عليها كمتين كده يكون محاضرة خاصة يبقى بسيطة الـ Volume in container بيقول لك بسيطة الـ Volume بقول جابها الـ Volume 1 اللي هو في مسلا عشرة ملي ايا كان وتلاتة كونتينر ماشي مهمة خمسة كونتينر بفضل عمل كده وقعد ايسل ايه الـ Volume بتاعته والـ Volume بتاعتي ممكن اقسها بسيطة الـ اللي هو انا هشوف الـ Volume او ممكن لو انا هي بسيطة الان مش مثلا نص ملي كمية صغرنة قوي ممكن اقسها بقى ساعتها بالوزن وعملها علاقة مع الـ الوزن وهم ضربا في بعض اه ام اقس المأس على اللي انا طلعت لهم من لزان على الناس بتاعت المأس بتاعتي وتديني بقى بالصلاة السلام ايه اه اللهو صلى الله عليه وسلم تديني بقى ايه الفوليوم. طيب بقى حتة الفوليوم دي مهمة جدا جدا لازم اركز اوي اوي اوي. مش احنا باخديني في الانبول اللي انا بحط ايه بحط او او شوية صح? شوية كانت تقريبا اتنين للتلاتة في المية على حسب الفوليوم اللي احنا وكنا اقلين عليها جدول كده كنا متكلمين عليها في اول السمسطر ياريت ترجع له تاني. خلاص? فبصاصم على حسب الفوليوم انا احط اوفر فلو ولا مش حاطة اوفر فلو. يبقى لازم احط احشوف انا احسيبه ولا مش احسيبه. ولا مش ايه? مش محتاج. خلاص? طب اللي لو انا مش محتاج الفوليوم اوفر فلو زي هي حاجات اللي بتبقى بريفيلدد اوريزي. بريفيلدد يعني بصاصم هي اوريزي اللي حقوقنا متعبية اللي لو مكتوب عليها اكتشو على اتنين ميلي يبقى اتنين ميلي. اما لو انت اجبت اقنبول وجدت وزنت الفوليوم بتاعه هتلاقي الفوليوم بتاعه اكتر بما مكتوب عليه سيكة شوية. ليه? بسبب بصاصم الزيادة اللي انت حاططها عندك اللي عند. اوكي? اللي هي بصاصم حرات اوفر فلو. حرات اوفر فلو. طيب. بعد كده بصاصم هنعمل ايه? هو اللي هنشوف ما ده? خلاص هو اللي هنشوف لو هو بصاصم عم باي ايه اكيد باي ايه باي فيجول. حاجات حاجات فيجول. عشانشوف فيه كنتميليشن ولا او مشايفة فيه غلاس ولا فلو بي بي تي انتون وكذا بالعين توم جايب الاتنين وطيب مشايفهم. ويبصاصم تلاقيه لو لقيت او ما لقيتش. طب البرتيكل اه اناليزي دي لا تورة بالعين. يبقى بصاصم بشوف الحاجات الكبيرة. الحاجات الواضحة واضحة واشوفها في عيني. اما البرتيكل دي لازم عملها تحت المايكروسكوب. يبقى لازم تحت المايكروسكوب او مشايفة تحت الايه؟ ايه بقول ايه ماتريا خلاص. إجزامبل زي الحاجات الاستثوان هنا خالص خالص ام未قدارش اشوفها بعيني. ايه مقدارش اشوفها بعيني. اطريب اه ده بقولك هنا بالمهم ده لا تشوفش بالنكدو اي و بالاسب ما اقدرش عملها. ما اقدرش استخدمها لأكتر من خلاص في خمسين ميلي ميلي مايكرو. آآ واحد اه اكتر من واحد ميلي. وكل رائدة. يعني بس اخري دوت اقل من مية واقل من ايه من الف. لو انا عندي خمسة لو انا عندي اتنين. خلاص اتأكد اه بس عمل ايه اللي عندي. طيب جميل. اعيد اتأكد من الاسترالي تاست ايه هو البيوتر بتاعت استرال ولا? ازاي هتأكد بتاعت استرال ولا? هعرف ازاي? اكيد طبعا طيب ايه من انكوبشنز اللي هو عملية الزراعة. يبا اشوف ازرع مايكورجانزم. اشوفوه هو بالصلاة سلام في حصل في معنى كده مايكورجانزم على زراعة على ميديم. اشوف حصاني تريبيتش. هو هو بالزبط. اذا انت عندك ضايع انكوبشنز. يعني بس هتجيب لبغودك تعاطوه وتقوى عمله سواب وتمح حطه في الاغار وتعمل لك اتشوفه يهلمه ولا بش هلمه. طب وعندي بقى فلتريشن. لا اه ده بس لتان انا عايز اعمل فلترة. هم جاي اعمل الاول فلتريشنز وبعد ما عمل فلتريشنز او ما اخدها طب امتى الجأ للميمبرين وما انفعشها هاستخدم ديركت خالص مع البرزيرفتف لو انا المادة بتاعتي فيها برزيرفتف. طب ليه? لان البرزيرفتف او انتيبيوتيك اي حاجة فيها انتيبيوتيك اي حاجة في برزيرفتف اكيد بس لصلاة ما انفعش هستخدمها في الديرك. طب ليه? لان لو اخدت برزيرفتف ديركتا عطول كده من غير ما عمله فلتريشن ما اتخلص منه. اكيد برزيرك هيجي بس لصلاة ما موت لي فهم. خلاص هديني. ليه? كدابة. ليه? لاني بس لصلاة ما يكون حتى لو ما فيه حتى لو فيه ما هيكون كده 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 هي ايه? هي موته. تمام? طيب. لذلك بس لصلاة ايه? بلجأ له. اه ايه كمان بس لصلاة انا سام عندك اه الله وصلاة عليك يا سام خلاص دي برضو. تمام? طيب. اه هو زبا انت شايف كده بقول لك عشان تشوفه ديركت والميمبرين. طبعا مهم جدا تحفظ لي. اللي هو صيو جلوكوليت. له وهو بكترية عيز تشوف لما انت عندك انا بكترية ولا لا. والسوريابين لو انت عندك عايز تشوفه ليه الاوروبك. طيب الاوروبك بتستخدم وزارة برزيرفتف. دي اللي هي الطريقة ديركت. الطريقة ديركت دي على طول بصلاة سام. بستخدم ايه? على طول ايه 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 ايه. اه ما يعني بستخدم لو عندي ما يقدرش عملها في الطريقة ديركت. طب ليه? لان لو عملت الطريقة ديركت على طول ما انت سوري برزيرفتف هتكون مترصبة على اه بتاعي صح? او على بستخدم اللي هو الاجوار بتاعي او جواد طيب ما هي مترصبة فانت لو ما يحصل لك تربيزي دي انت بشعارك بسبب وجود بتاعتك الاساسية ولا بسبب وجود بكترية فلزلك ما ينفعش استخدمها خلص في ايه اما ده بستخدم الحاجات بقى لان ايه؟ الحاجات المختيفة حاجات الفيئة برزيرفتف ممكن اساعة استخدم او استخدم بستخدم بصلاة سام اللي هي طيب. الستخدم لازم عمل لو انا بصلاة عندي مايكو او عندي او عندي هحقين حقنا انتبيوتك فبصلاة سلام عايز اعمل لها استخدم تشوفها ولا لأ فاعملها ازاي? وده انتبيوتك لازم الاول عمل انتبيوتك بتاعي لاني ما يهمنيش دلوقتي البرودك تاني يهمني هو اللي الترق بتاعت التصنيع بتاعت الانتبيوتك دوت كات استريل ولا مش استريل فالبرودك تطلع لك استريل او نوت استريل فاعمل فلتريشن عن طريق الوزينج السالين ماشي وقم عملا بس استخدم السولد او عملا دزولفت خلاص ادويبها في سيوتيبل سولفنت ابل نعمل فلتريشن وبعدك اقوم ستستخدمها سيوتيبل ان اكتيفاتورز واعمل دليوشنز لحد ما وصل الامو اي سي زي كشور اللي احنا تكلمنا عليه سيوتيلي فاعمل طيب البيوجين تاستنج ازاي عملا بس استريل ان هنا هو في بايوجين ولا لا البيوجين ده بيعمل لك اي بي وفالك الفيفر صح? طيب حلو يبقى قوم جاية اي حقنا في رابط لو لقيت درجة حرارة بتاعته عالية يبقى بس استريل ما هو في بايوجين لا ما قيتش درجة حرارة بتاعته عالية يبقى خلاص ما فيش بايوجين مهم جدا 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 لكل الطيب كل الطيب كل سواء بتنجان اي عفري تزرق لازم هتحقنها اي في انفوشن لو انت هتعمل تاست فور ايفو اي فور آآ بايوجين تاستنج يبقى اي في اي في اي في انفوشن سعي فور تاستنج اوف ال اي اف بريباريشن عشان هايز درجة الحرارة راها كاز. قالك فيه طريقة دي كده ان فيفو لو انا عملها فيفو قالي ما اروها كزا. طب ان فيترو بقى اللي انت تقوم جاي عملها اي عن طريق اللي هي اللالا. واردي تكلمنا عليها قبل كده اللي هي دي تكشنز اند كوانتيتي دي مهمة جدا في حركات اللي انا اقدر اعرف كماني كوانتيتي لكمية البريباريشن اللي عندي. مهم جاي حاطة سابستنس كأنها بتلصب مع البريباريشن لو هو موجود ودرعينا. يبقى البكتيريال اندو توكسنز بيحصل لها ايز انجيكتابول ماشي بريولوجيكال برودك لبلا بلا. الكريتيكال الكومبوننت بتاعت اللالا ري ايجنت دي مهم قوي اللي هو بتستمع عبارة عن بلاد سيل اللي هي عبارة عن اميو بلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سيستس خلاص سيستس. طيب اللي هو بتاعت مي بتاعت الهوص شوه? خلاص. دي المهم دي بستستم بيكون عندها فيها بروتيل يبيعبد لك كلوتينج ميكانيزم مع البريوجين لو هو موجود. طيب زير ارس ري برنسبل تست ماشي عند الحالة اسمها جيل كلوتينج مسود عندك الفوترومتريك مسود يعني تعبد لك اه سهلة وخيصة وكلو تمام. بتعمل لك مش غالي زي عادي جدا او البرودكت اللي في الاول اي ان كان مش هتفرق معنا. اخر حاجة بقى اعت اتأكد منها اللي هو السيلد كويس ولا لا. هل اللي بستستسرين القمبول ده مقفول كويس ولا? او اللي مقفول كويس ولا? والله يقل لك بيجيب بتاعك كده زي حمام كبير خلاص بستستسرين مش عاوش حمام زي طبق كبير كده وبقى محطة في خلاص جميل جميل. اهم جاي مغطصها الادوية بتاعتي وهي مقفولة. ههم جاي بيستسرين بيطلع الانبولات. لو لا الانبول بتاعي كده كان الانبول بتاعتي بتبقى كلير مسلا. فبستستسرين الانبول بتاعتي بقى لونها اللي هو اللي كان موجود فيه دوات او الحمام السباحة دوت خلاص او الطبق الكبير اللي فيه ما هي دوت ملونة يعني كده بستسرين بتاعتي بتصرب ومش كويسة ولا يقراكس. لو ما فيهش يبقى طبعا كده معنى كده يا سيلنج ايه كويس سيلنج كويس سيلنج كويس يبقى عمل لك اميرسينج اللي هو الميصيرين بلو وقوم عامل لك فياكيوم لمدة خمستاشر منت يعني عمل شوية رابط فياكيومز ماشي كل حاجات دي عشان اعمل ايه كاني بالضبط اشوف بعمل فرصة خلاص بساسهم للبلو سوليشنز ان هو يخش ايه عندي جوة الانبول واشوف هيا سيلنج كويس ولا لأ سيلنج كويس ولا لأ كان معلومة بسرعة مهمة ان البيوجين تستين جداية بتبقى في الفيت واسهل واسرع مهما كان الحاجة الحاجة انها لازم تبقى تختم ايه وي عندي بسرسام اللالا دوت بيستخدم لك ليه الكوانتيتف خلاص لكوانتيتف اماونت قدر اعين فيها الاماونت ايه كمان بسرسلام عن طريل بي بي تي هيديني ايه قدر عرف الكلمية بتاعت البيوجين الحابد ايه وجاية من اين خلاص ايه كمان اللهم صلى الله عليه بتاعت السيلنج جداية بيعملها بس الانبول اه دي بسرسام مهمة ج معملها للفايل ولا لكüman حاجة طليل عمل بس الانبول ليه لانا بتستسعم الافايل اصلا تكون قمتнаруж وعندها غرفة فقط كده كده يعنى مش بعملها لها فتفعمل الانبول انا عايز اختبارها لانبول دي � بمDOsam كلمة دي سوليوشن دي معاملها للساسبنشن والامارشن كلمة دي سينتيجريشن وكده اللهم لك الحمد وحمده كثيرا مباركا لا يزمع بعدها ابدا محاضرة المهاردة خلصا اتمنى ما تنسرراش من صالح دعاتكم وفي مش ايه بوينتي ابتلنا تحت في الكوميت لا تنسوش صلى عنها بعله السلام ولا تنسو اخواننا مستضعفين في اليومين حال عالم ورد ننسو الاسلام المسلمين في اليومين بقاء الارض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته